ازايكو حبايبي عاملين ايه والنهاردة مكملين مع بعض احداث مسلسل حيرة بناء على طلبك وتعليقاتك الجميلة اللي دايما بتشجعني اني انزل الحلقات ناس كتير بتقولي ان المسلسل حيكون 180 حلقة وان الفنان بكر خالد قال لكن برضو احب اقولي ان بكر خالد غير كلامه وقال ان هو ما يعرفش كم عدد الحلقات بالزبط وكمان الفنان روكيان الوادي قالت ان ده مسلسل صوب اوبرا يعني طويل وملوش نهاية عمتان تعالوا نشوف ايه ممكن يحصل في الحلقة دي ويمنشوف ان جمال كان موجود مع فريدة في البيت الجديد اللي اخدوا ليها بيحاول ان هما يرسوا بعض الطلبات في التلاجة كان جايب لها اكل وحاجات وحاجات علشان طبعا حتفضل قعدة في البيت ده فترة كان يبرس الحاجة في التلاجة وتقريبا يعني علبة مربة وقعت على الارض برطمان المربة وقعت على الارض تكسر بيمدي ايده جماله علشان ياخده ولكن اتعور فريدة شواريت لقلت له ما تمدش ايدك وراحت بسرعة علشان خاطر تجيب له لزقة وتحط له اللزقة على صبعه وكانت مهتمية به جدا وخايفة عليه وهي مش بتتكلم بس بتشاور او ممكن تكتب اما ملايه بعد كده بيكون عدنان قاعد مع الراجل قريب فريدة بيقوله انت كنت ايد انك هتخلص كل حاجة وتجيبي فلوس لفريدة قال له ايوه طبعا انا بخلص الموضوع ما تقلقش هجيبي فلوس قريب هحل الموضوع ده في اقرب وقت يعني قال له تمام قال له يا سعاد مش موجودة انا عايز اشرب قهوة قال له حتيجي كمان شوية قال له انا كنت عايز اقولك على حاجة انا عانيت كتير جدا في الغربة قال له اكيد طبعا دي غربة برضو مهما كانت الامر هيكون صعب قال له طب اي رايك لما ابيع كده كل املاكي وارجع استقر هنا في بغداد قال له والله اللي انت عايزه طبعا عدنان اصلا قرفان منه وعايز بس الفلوس ورجل اعمال بيتكلم وبيحكي وبيقول له والله انا جبا بفكر ان انا اختار شركة حياتي يعني واحدة كويسة كده تكون بتعرف تطبخ بتعرف تنظف ست بيت يعني قال له برحتك قال له طبعا مش حلاقي احسن من سعاد عدنان بصره كده قال له سعاد قال له ايوة والله انا كنت عايزة تكلم معاك في الموضوع ده يعني انا مش هحور معاك في الكلام خلينا اسألك هي ست سعاد عزبة قال له انت حاطت عينك عليها قال له ايوة عدنك بيفتسم كده بينه وبين نفسه وجيه عريس لسعاد بعد كل السنين دي اما بالنسبة لبالقيس ورويدة كانوا بيجهزوا الاكل وكان وسام قاعد على التلفزيون سهير استغلت ان هو قاعد على التلفزيون وراحت علشان تسرق الفلوس اللي فيه الظرف الظرف ده المفروض اصلا بتاع كمال فيه فلوس ادها الروايدة علشان خاطر ان هي يعني ترفع القضية على وسام وتخلص منه لكن عارفين قبل كده في الحلقة اللي فاتت ان واسام سرق الظرف ده علشان خاطر روايدة ما ترفعش عليه القضية وعلشان يسافروا ودها البالقيس وقال لها انا جيب تلك الفلوس علشان نمشي سهير بقى لما شافت واسام مشهول كده قدام التلفزيون راحت اتسحبت على طول علشان تاخد الفلوس وترجعها لاختها واسام طبع عليها وقال لها بتعملي ايه بتسرق الفلوس اللي حنسافر بيها بالقيس جات على الصوت وقالت ازاي تعملي كده وازاي تسرقي كده كانت عايزة تسرق الفلوس عشان تعطلنا سهير قالت لو انت برضو اللي بتتكلم عن السرقة قال لها ايوة حتقولي ايه يلا فاهميني حتقولي ايه وطبعا فضلوا ان هو كده يخلي الموضوع يعني مش معروف ويعمل ان هو قدام بالقيس يعني كويس ومعملش حاجة غلط بالقيس بيضغط فلوس وبتزعم السهر وبتمشي وسام بيقولي رواية ده انا مشكورت جدا بفضلك هنرحل من هنا طبعا كان بيغزها خرق فلوسها وطبعا عارف ان هي مش هتقدر تعمل اي حاجة بينما منلاقي ان فريدة بتقعد جمال بتخليه يعني يرتاح قالت له انا انا لحلمه كل حاجة جمال وهو بيطلع تليفون من جيبه دبلة واقعت عدل ارض الدبلة بتاعته طبعا هو وصمر ما هو مخبهها اصلا عن فريدة لكن فريدة الحدي دلوقتي ما شافتها شوفه لتلم في الحاجات اللي واقعت عدل ارض نلجح تاني القريب فريدة اللي بيقول يعني هل هل سعاد عندها جزء ولا لا عدنان قال لا قال ايوة يعني جزء توفى رد عدنان وقال لا ما توفاش بس كان يعني فاشل وزفت خالص وما كانش فارح في حاجة كان بيشرب وكان يعني اخلاقه مش كويسة سابها وطلقها ومشي وتقريبا مشي ورا واحدة كمان ست يعني الرجل قال معقول حد يسيب ست كويسة كده زي ست سعاد عدن طبعا بيبتسم لما شافه بيتكلم كده عن سعاد قال له بص انا مش عايزك تفهمني غلط انا نيتي فعلا جدة انا كنت جاي اطلب منك ايد سعاد قال له طبعا اكيد سعاد مش مجرد موظفة عندي في البيت دي من العيلة وكمان دي نشيطة وكويسة وشطرة قال له تمام انا عشان كده جيت لك اتكلم معاك لاني عارف ان انت يعني اكيد بمثابة اخي لها وقلت ان انا لازم احصل على الموافقة بتاعتك قال له اكيد طبعا انت راجل محترم وده واضح جدا طبعا اكيد هتكلم معها وحفكر في الموضوع وحفتح كمان مع سعاد الموضوع فرح جدا الراجل سعاد موجودة في البيت معه ساء بتجهز له حكته ولبسه بتقول له ان هي بتجهز له هدومه وكويت له الامصان بتاعته كل حاجة قالت له ان هي زعنانة جدا على ان هي حتفرقه قالت له كمان ياخد باله جدا من نفسه لان رئته حساسة جدا وانه ان هو من هو صغير كان بيتصاب بالتهابات رئوية كتير كمان قالت ان انت مرة صبت بالتهاب رئوي انا ما قدرتش اعمل معاك حاجة كنت الوحدي وابوك كان سابني ومشي ما عملتش اي حاجة كنت بس بعيد وفي الاخر اخدتك على دراعي وطلعت اجري بيك على بيت عدنان وطبعا انت دلوقتي تلاقيك مش فاكر مش انت كنت فعلا بين الحياة والموت ورئتك كانت تعبات جدا ما قدرتش فيه ساعتها بقى تليفونات انا رفتك كويس وطلعت اجري بيك على عائلة عدنان عدنان استقبلني ورحب بي واخدك كمان عالدكتور العائلة دي فضلهم علي يا كبير يا ابني مش هينفع اصيبهم واجي معاكم الراجل عدنان ده رغم كل المساوق بتاعته إلا ان ساعدني كتير جدا انا فاكرة ان ده كتير قادل انك مش هتعيش وبقى لك ايام انا فضلت فضلت قعدة بيك هناك في بيت عدنان استقبلوني وكمال كان هو صغير بيجي دايما يطمني ويقول لي انك انت حتكون كويس انت وكمال زي اخوات بالزبط يا ابني كان بيحب دايما يلعب معاك بالعجلة بتاعته لازم ترجع معاه زي الاول ولازم تطلب منه السماح قبل ما تمشي كمان قال له مفيش اي حق يا امي اخليني اطلب منه السماح مفيش اي بيننا حاجة يعني خلاص اللي حصل حصل وسن بدأ يبكي كده على بوكاء امه بعد كده قال لها عماتة تقدر انك انت في اي وقت تقدر انك تحصلينا على المكان ان احنا فيه سوعة كانت بتبكي وطبعا ما كانتش عزا ويمشو كمال بيتصب المحامي بيقوله انه هند مختفية مش عارف يا فيم بالزبط هربت من الجلسة فمش عارف هل هي روحت فيم مش عارف لسا قال له طيب انت قريت الجريدة النهاردة او النت او اي حاجة يعني قال له لا قال له طيب افتح وقره بيفتح كمان وبيلاقي خبر ان عيلة هند افلست ابوها يعني اعلا افلسه وبقف وقره فبيروح بسرعة علشان يدور على هند بالنسبة الفريدة كانت قعدة طبعا جمال كان عامل لها الاكل وبيقول لها لازم تاكل اكلت شوية وبعد كده كتابت له على الورقة ان اكله حلوة قال لها اكلك انت احلى اكيد ولا ما تتحسين ان شاء الله هتعملي اكتر من كده قال له طيب احنا كلنا لازم بقى نشتغل ها يلا نعمل التمارين شوريت له كده ان هي مش عايزة مش عايزة ابدا وراحة شالت الاكل وقامت قال له فريدة انت عايزة تتكلمي صح لازم تتحملي لازم نعمل التمارين اللي الدكتور قال عليها انا من دلوقتي حامنعي اكمل حاكتين الحاجة الاقول ان كنت تتزعلي والحاجة التانية انك ما تستسلمش ابدا عايزة تتكلمه ولا لا قالت له ايوان ما قالت لهش طبعا انا شوريت له كده رد قال لا خلاص يبت سمع الكلام ونعمل التمارين اللي الدكتور قال عليها وانا هكون معاكي مش عايزة بيقى امدلو يلا بنا نبدأ سعاد بتروح لبلقيس كانت بتجهز الحاجة بتاعتها والهدوم فلاقيت كده طرحة حلوة كده مطرزة جميلة بس شكلها شبابية يعني قالت لها سعاد اي رأيك في دي اكيد هتكون لايقى عليكي جربيها بتجربها سعاد بتقول لا طبعا يا شيخا اجرب ايه دي بتاعت شباب لسه انا كبيرة ماينفحش her بلسه الالوان دي يا شيخا لا قالت لها لا طبعا انت لسه شابة قالت لها نفعنا كده قالت لها ايوان طبعا قالت لها التصور هو كمان قال قالت لها هو مين قالت لها اي فريدة ده قالت لها والله قالت لها ايوان هو بيجي لسيد عدنان بيتكلمه مع بعض يعني في حاجات сказал انا شبه بالفعل انه كده يعني قالت والله شكل الراجل معجب بيكي قالت لا لا طبعا سكتي فضت بقى القصة تحك وتقول يا صوري فعلا الراجل شكله معجب بيكي وشكلك انت كامل معجبه بيسر عدم بينادي على مديحة ويسألها عن سعاد قالت له ان هي لسه ما جاتش قال ان انا عايزها ضروري قالت له خلاص انا حعمل القهوة ليك وللراجل قال لا طبعا قهوة تاني انا عايزها الحاجة مهمة جدا فضل يتحق صبعا كانت موجودة طبعا ولبسة لبسة فريدة وشعرها وكده عساسا افايدة وبعد كده بتقول في ايه بالزبط انا ممكن اعملك القهوة يا بابا قال لها لأ طبعا قهوة ايه انا بتكلم على الراجل ده شكله معجب بيسعاد فضل يتحك صبعا كمان تتحك وبتقول الراجل شكله حبها فعلا للأسف فضل يتحكوا الاتنين وطبعا ما دي حديقت وقالت في ايه يعني هو حيلاقي احسن من سعاد على فكرة هي اصلا ممكن ما توفيش عليه بعد كده منلاقي بلقس لسه تتحك على سعاد وبتقول لها ان تحت السواهد واهي بشكل راجل معجب بيكي قالت لها عودي ساكتة معجب بيها ايه بتقولش كلام داعيب قالت لها هو فيها ايه لو راجل محترم يعني قالت لها انا ما بقتش قصك في الرجالة خلاص وسقط مرة وديك شفتي جوز يسابني ومشي بعد كده عبنان بيطلب من سمر ان هي تتصل بسعاد بتخليها تيجي دلوقتي حالا علشان الراجل ده قالي فريدة عايز يشوفها وايه عايز كمان يتجوزها وكان بيتحك كده سمر اتصلت وسهير ردت عليها وقالت لها ان انا هقول لها ماشي تيجي سهير قارت لها جي سمر بتكلمك وبتقولك لازم تيجي دلوقتي قالت يا له ايه ده انا اتأخرت صحيح ايه اللي اخرني كده نازم امشي دلوقتي حالا اللي بعد كده ان فريدة قاعدة مع جمال وبتكلمه طبعا بالكتابة يعني وبتقوله ان هي تعبت وزهقت جدا قال لها لازم ان كده تقوم بالتمارين دي ولازم ما تستسلميش ابدا وكمان انت لازم تتكلمي هانت كانت نايمة بتقوم كده وبتلاقي نفسها برضو لسه اديها ورجليها مكبلين بالحبال في مكان كده زي مغزن خايفة طبعا مش عارفة تعمل ايه قاعدت تنادي النجدة انقذوني ما فيش فايدة وسام سبها مرمية من ساعتها محدش اصلا سامعها ولا حد داري عنها فضلت تقولي انقذوني ما فيش فايدة لقيت حاجة حد على الارض بتروح ناحيتها راكنها وقعت بالكرسي كمال بيتكلم مع وفاء وبيقول لها على هنت ان هي مش موجودة كان فاكر انها راحت لأهلها لكن اصلا هم في حالة وحشة جدا بسبب الافلاس امها حتى كلمتني وقالت انها عايزة شوف بنتها وانا مش عارف اقول لها ايه صراحة بعد اللي حصل لقالتها المفروض تزهر اكيد في حاجة ما اعتقدش يعني هي لو فعلا بتستخبى من موضوع المحكمة والطلاء اكيد كانت هتزهر دلوقتي علشان موضع عيلتها انا مش عارف هي فين بالزبط وفاء وفاءت ما اعتقدش يكون حصل حاجة وحشة ان شاء الله هتزهر يعني هتروح فين بناء من اللي يا عدنان مع الراجل قريب فريدة بيقول لنا عايز اشغل فلوسي يعني خلاص هنزيل من السفر مش عايز اكمل في السفر انا ممكن اجي هنا بغداد واستسبر كل حاجة انا عندي فلوس كتير قال له فهلا وعندك كام بقى مثلا يعني اصد يعني ممكن تحط ميزانية ايه للمشروع طبعا عدنان عايزين تصبح عليه علشان يخليه اشترك معاه في اي حاجة ويستفد منه قال له والله انا عندي ملايين كتير يعني بس مش عايز عشغلهم كلهم ولا سيب جزء منهم كده امان قال له والله عندك ملايين طيب والله انت ممكن تشتغل في اي مشروع يعني انت عايزه يعني مثلا انا حكون معاك ايه رأيك قال له تمام كويس سعاد بتيجي متأخرة خايفة طبعا من عدنان يهزأها بينادي عليها سعاد تعالي طبعا رايحة كده وخايفة هيهزأها قدام الراجل بتقول له انا انا اسفة جدا يا استاذ عدنان انتأخرت غصبة عني قال هلأ طبعا ازاي تعتزل يا شيخة محصلش حاجة تعالي تعالي سليمها عالضيف سعاد سلمت على الراجل كمعجب بيها وبوصلها كده بصات اعجاب وبعد جدا بيقول لها انا عايز اشرب اهوة من ايدك قلت لهم تمام وراحت على شرخة طبعا من كانت الافون مع واحدة هناك في البلد اللي هم رايحين فيها بتقولها ان هي دبرت لها الشغل كجليسة اطفال وسام بيقول لها في ايه شكلك مبسوطة قالت ايوة دبرت خلاص الشغل هناك وان شاء الله حشتغل لحد انت بتلاقي شغل بس المفروض بقى اندبر فما نتزاكر عشان نقدر نسافر وكمان نشوف موضوع السفر ده حياخد مننا كلفة قد ايه وسام قال ايوة طبعا لازم ندبر كل حاجة لكن طبعا سهير ما كانش عاجبها الوضع وتحصل مواقهة قوية جدا بينها وبين امها وما هتضربها بالألم لانها اتهمت وسام ان هو حرامي وكداب قالت له انت مجرد واحد في البيت متفكرش نفسك رئيس البيت ولا فكرت نفسك ان انت ابونا خلاص كانت خناءة قوية جدا انتهت ان بلقيس ضربت سهير بالألم لما كلمت وسام بطريقة مش كويسة هنكمل المواجهة دي وباقي الحلقة ان شاء الله في فيديو تاني لان الفيديو طويل وانا مش عايزة اطاول عليكم على شامة ملوش او تذهقوا استنوا باقي الحلقة واللي غالبا لو حصل والرقم ده من الحلقات وصلوا ليه طبعا مش هتكون كل دي حلقة لان الحلقة بتاعتهم قصيرة جدا فاخدنا نكمل في فيديو تاني على شامة ملوش اشوفكم على خير واستنوا باقي الحلقة او باقي التكملة اشوفكم على خير ما تنسونيش لايك اشتراك في القناة تفعلي الجرس علشان يوصلكم كل جديد حبكم كل شي هوية